انقلاب الحوثي يحاول السيطرة على الشمال وبيع الجنوب ما طبيعة التخادم الحاصل بين الحوثيين والانتقال هل أصبح الانفصال كلمة السر بين الانقلابين في صنعاء وعدن؟ أهلا بكم أبان انقلاب الحوثيين على الدولة ذهبت الميليشيا للسيطرة على مختلف محافظات البلاد لكنها بعد تشكل المقاومات الشعبية وتدخل التحالف خسرت بعض المحافظات الجنوبية والشرقية بينما استماتت في البقاء في الحدود الجغرافية الشمالية ما تعتبره مجالها المذهب والمناطق التاريخي بعض قيادات الحراف الجنوبي رأت في انقلاب الحوثيين فرصة لتعزيز مشروع الانفصال السيناريو نفسه حدث في عدن بعد خمس سنوات حيث لم تخفي ميليشيا الحوثي دعمها لانقلاب الانتقال في عدن اعتقادا منها بإمكانية تحقيق الانفصال ليكون الانتقال سلطة الأمر الواقع في عدن وزيه الحوثيون كسلطة الأمر الواقع في صنعه إذن تخادم مشترك بين المشاريع الماقب الوطنية تأتم سرا وعلنا وربما بمبركة قوى إقليمية ودولية فكيف أثر الانقلاب في اليمن على الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي؟ وهل بقاء الدولة اليمنية وسلامة أراضيها مرهون بسقوط هذه الانقلابات؟ الحادي والعشرون من سبتمبر لم يكن مجرد انقلاب يستهدف السلطة فقط بل يمثل أيضا نكبة يمنية نظرا لتأثيراته الخطيرة على الوحدة الوطنية وكل نظالات اليمنيين من أجل دولة تمثل كل تطلعاتهم بانقلاب ميليشي الحوثي انفرط عقد الدولة الواحدة وأنمت المشاريع الطارئة وعادت تلك الآفلة غريبة الاستعمار والإمامة والتي ما كان لها أن تجاهر بأوهامها لولا سقوط دولة اليمنيين في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014 بعد صنعه أرسل الحوثيون وصالح ميليشياتهم إلى عدن وقبل هذه الخطوة كانت جماعة الحوثي قد تمكنت من حشد تأييد بعض قوى وشخصيات الحراك الجنوبي وفقا لتفاهمات برعاية طهران تؤكد أن ما قامت به الميليشيات صنعه ما هو إلا خطوة أولى على طريق الانفصال الذي يطالب به هؤلاء خلال الأعوام الثلاثة بين ثورة فبراير الشعبية وبين انقلاب تحالف الحوثي وصالح تصدرت القضية الجنوبية مجمل نقاشات المشهد السياسي اليمني وأنجزت وثيقة الحوار الوطني عددا من التوافقات للذهاب نحو دولة الشراكة والعدالة والمساواة الملبية لكافة تطلعات فئات الشعب اليمني قطع انقلاب تحالف الحوثي وصالح الطريق أمام التوافقات المنجزة بين القوى السياسية والاجتماعية اليمنية والإجماع الوطني لحل القضية الجنوبية وضمان الشراكة الوطنية وعرض مهوة الاقتصاد والتهميش التي أحدثتها سياسات نظام صالح عاد حكم السلالة بانقلاب الحوثيين شمالا لتكبر أحلام التشطير جنوبا وبدى المسرح اليمني مفتوحا لكل المشاريع والأجندات الإقليمية والدولية ليصبح المشهد كما كان قبل الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر وليؤكد مجددا أن الإمامة مفتاح التشطير وبوابة الاستعمار والتدخلات الخارجية وهكذا اكتملت الحكاية أعادت الإمامة اليمنين لثالوث الفقر والجهل والمرض كما أعاد مشروعها التدخل الخارجي ومشاريع التشطير والتمزيق إلى أكثر من دولتين فرحلة التشضي الآن ستمضي لتذهب باليمن إلى أكثر من شطر ومن مشروع ولتذهب نضالات اليمنيين وتضحياتهم طوال العقود الماضية هباء دون فائدة إذن مشاهدين الكرام في هذه الحلقة بداية سيكون معنا هنا في الأستوديو الأستاذ ياسين التميمي الأمين العام للهيئة الوطنية لحماية السيادة وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة عبر الهاتف مساء الخير أستاذ ياسين أسعد اللهم أسألك يا أختاسي دانيو أستاذ ياسين أسألك سؤالا عاما ربما يراود اليمنين اليوم كيف انفرطت الوحدة بهذا الشكل وتبخرت أحلام اليمنين بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هذا سؤال إجابته كبيرة ويعني تقتضي الإشارة بإنصاف لكل العوامل التي ساهمت في تبديد حلم الوحدة وفي جعل الوحدة قضية للنقاش يعني هل تبقى أو تذهب طبعا هذا الأمر يختلف كلية ويتناقض مع المشاعر الوطنية الفياضة التي كانت تعتمل في نفوس اليمنيين ووجدانهم في 1990 عندما كانت الوحدة تعبر عن تطلعاتهم الوطنية الجمعية كشعب يمني يتوق إلى التغيير يتوق إلى العتاق لأن الوحدة بالنسبة لليمنيين هي التغيير في نهاية النطار كان هناك نظام شمولي في الجنوب وكان هناك نظام شمولي في الشمال والشعب اليمني كان يريد تغييرا ليس فقط من أجل استعادة لحمته الوطنية لكن أيضا من أجل التغيير من أجل الإحساس بأنه بات ينتمي إلى هذا العاصر لأن السنوات التي مضت من عمر الجمهورية والاستقلال كانت سنوات ضياع قمع صراع سياسي احتكار للسلطة يعني مشاكل لا تنتهي فالشعب اليمني يعتقد أن الوحدة ستمثل انتقال نوعية على مستوى الحياة والتفكير والعيش والممارسة السياسية فالذي حدث هو أنه بعد الوحدة مباشرة تجمعت عدة أطراف أولا بقي تركة النظامين الشموليين تتحكم بالمشهد السياسي بشكل كامل الدكتاتور علي عبد الله صالح في الشمال وحكم الحزب الواحد الذي بات يمثل الحزب الاشتراكي اليمني في الجنوب هؤلاء اجتمعوا ولم يستطيعوا أن يتبنوا صيغة ديمقراطية أو يدعموا صيغة ديمقراطية يمكن أن تحدث التغيير المطلوب بالنسبة للشعب اليمني لهذا صراعة السلطة تدحرج وكبر حتى التهم أحلام اليمنيين وقادهم إلى دورة عنف كبيرة جدا يعني انتهت بمقتل عشرات الآلاف من اليمنيين وأحدث هذا الشرخ الوجداني في الوعي الجمعي للشعب اليمني وبدأت النزعات الانفصالية تنمو من جديد حتى بدأ الشماليون أنفسهم يتوقون إلى العودة إلى الحياة التي كانوا يعيشوها قبل الوحدة لأنها بالنسبة لهم أفضل بكثير من الناحية الاقتصادية من الحياة التي عاشوها بعد الوحدة لكن المشكلة ليست في الوحدة المشكلة في الممارسات التي عبرت عنها الطبق السياسي أو النخبة السياسية سواء تمثلت في علي عبدالله صالح ومساعديه ورجاله ونظامه في الشمال أو في الحزب الاشتراكي اليمني وإن كان علي عبدالله صالح في حقيقة الأمر يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية عن المآلات الكارثية للوحدة اليمنية ولهذا الحلم الوطني الكبير إذن صراع السلطة هو الذي أدى في نهاية المطاف إلى أن تصبح الوحدة اليمنية مع النقاش وأن تترك كل هذه الاتهامات في وجه الوحدة مع أن الوحدة اليمنية هي قيمة عظيمة من قيم التعايش وهي قيمة دينية وقومية وتاريخية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون على الضد من أحلام اليمنين وتطلعاتهم وأحلام أي شعب وتطلعاته خصوصاً وأن الشعب اليمني متماسك يعني ليس هناك فروق جوهرية اليوم بعض النخبة السياسية المحسوبة والموجودة في الخليج يعني تثير الضحك عندما تحاول أن تبحث عن فروق تبرر نزعة الانفصال أو تبرر إمكانية الذهاب اليمنيين إلى دولتين مع أنه بدأوا يبحثوا حتى بدأوا يتحدثوا عن الثقافة مع أنه ليس هناك فوارق كبيرة بين الشمال والجنوب هناك مذاهب تتعايش هناك طبيعة تفكير واحدة طيلت فترة الانشطار الجغرافي والسياسي كان التفكير الجمعي متماسك إلى حد كبير ليس كما نراه اليوم يعني بمعنى عندما كان اليمنيون يعيشون في شطرين أو دولتين كانوا متضامنين بشكل كبير جداً على الرغم من الصراع وهذا الصراع الدورات الصراع والمواجهات المسلحة التي كانت تتم عبر نظامين أو من خلال ثورات مسلحة يعني النشاط العسكري الجبهة الوطنية في المناطق الوسطى على سبيل المثال كانت هذه الأنشطة وهذه المواجهاتها ثمرت تدخلات إقليمية يعظم إلا لم تكن أصيلة بمعنى أنها لم تكن تعبر عن نفور اليمنين من بعضهم أو رغبتهم في الدخول في صراع كان هناك ربما نقطة التبايل التي ينبغي الإشارة إليها كانت تتعلق بتصور كل طرف سياسي كل نظام سياسي بطبيعة هذه الوحدة ومحتوىها ومضمونها لكن هذا الأمر حسم قبل أن يذهب الجميع إلى الوحدة إذن عوامل كثيرة أدت إلى أن تصبح الوحدة موضوع نقاش كما قلت إذن أستاذ ياسين النتيجة لما يحدث اليوم في الجنوب ومدى علاقته بالانقلاب الحوثي برأيك ما مدى أو ما حجم التأثير أنا أعتقد أن الانقلاب الذي شهدته صنعا في 21 سبتمبر جاء خلاصة سلسلة من التدابير والإجراءات والتدخلات الإقليمية والأجندات الخطيرة جدا والخبيثة جدا التي دفعت باليمنيين إلى أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه ومن ثم ينقضون على العملية السياسية طبعا ليس كل اليمنيين ولكن تيارات محسوبة على اليمنيين هي التي أصبحت جاهزة لكي توظف في سياق الأجندة الإقليمية للانقضاب على العملية السياسية الانتقالية للمصادفة وأعتقد أنه ليست مصادفة في حقيقة الأمر هو أن الحراك الجنوبي والحوثيين وصالح كادوا أن يشكلوا حلفا واحدا هذا الحلف أهدافه واضحة أولا القضاء على ثورة 11 من فبراير باعتبارها ثورة تغيير أو صلاة الشعب اليمني إلى أن يمسك بزمام المبادرة إذن انتقلت زمام المبادرة إلى الشعب اليمني إلى المؤسسات وبالتالي هذا الوضع لا يروق لمن يريد أن يفرضوا مشاريعهم الخاصة الحراك الجنوبي يريد انفصالا أو تقاسما للسلطة مع الطبق السياسي في الشمال علي عبد الرصالح يريد استعادة السلطة الحوثيون يريدون استعادة الإمامة ثلاثة مشاريع اتحدت لأنها كانت تنطلق من مصدر واحد من حيث التمويل والبناء الحركي ولهذا ليس هناك غرابة إذا قلنا أن القيادات العسكرية التي التابعة للحراك والقيادات العسكرية التابعة للحوثيين والتي قادت أو نفذت انقلابين ضد السلطة الشرعية تلقت تدريباتها في الضحية الجنوبية وتميولها من إيران إذن يكاد يكون الحراك الجنوبي والحوثيين منتج إيراني بامتياز وهذا يشير إلى حجم التأثير الإقليمي في لحظة ما عندما اعتقد النفطيون وهذه إشارة للسعودية والإمارات ولغيرها من الدول التي قلقت من الربيع العربي هؤلاء النفطيون اعتقدوا أن لديهم فائض قوة ولديهم فائض أموال وبالتالي يمكن توظيفها في ثورة مضادة لإجهاض ثورات الربيع العربي حتى لا تصل إليهم عندما التفتوا إلى الساحة اليمني وجدوا يعني علي عبدالله صلاح جاهز لتلقي التكليف الحوثيون جاهزوا لتلقي التكليف الحراك الجنوبي جاهز لتلقي التكليف ولهذا أثناء ما بدأ الحوثيون يتحركون باتجاه صنعاء كان الحراكي والحوثي والمؤتمر لديهم تصور واحد عن طبيعة المهمة التي يمكن أن يقوم بها الحوثيون في صنعاء يعني القضاء على الإصلاح تدمير جامعة الإيمان تفجير بيت علي محسن تفجير بيت أولاد الأحمر وهي أهدف تتطابق مع ما يريده علي عبدالله صالح لأن هؤلاء هم الذين شكلوا يعني أحد يعني ليس أحد وإنما الأطراف أساسية في دعم ثورة الـ 11 من فبراير إذن كان الهدف هو شباب التغيير والحوامل السياسية من أحزاب ووجاهات اجتماعية وقيادات في الدولة والروافد التي تدعم هذه الجهات كلها كان هذا التصور سائل عند الجميع سأكمل معك هذه الفقرة أستاذ ياسين لكن اسمح لنا بالضمام المحلل السياسي أحمد جعفان الصبيحي عبر الهاتف من عدن مساء الخير أستاذ أحمد أهلا وسهلا 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 نور أهلا منك أستاذ أحمد برأيك كيف أثر انقلاب 21 من سبتمبر على المزاج الشعبي الجنوبي أولا تقيا لكي والضيفة الكريم ولكل مشاهدي قناة بالقيف وبالنسبة للسؤال طبعا هناك تأثير كبير جدا يعني ينعكس على كل مناحي الحياة نحن نعرف أن الانقلاب الحوثي يعني هو بمثابة انتكاسة كبيرة جدا للمشروع الوطني الذي ناظر من أجله اليمنيون وكان تتويقا لمشروع الحركة الوطنية التي يعني فجرت ثورة سبتمبر وأكتوبر وبالتالي حينما يحدث هذا الانقلاب في عاصمة الدولة في العاصمة المركزية في الموثمة المركزية والتاريخية للدولة فبالتالي فإنه سيسيء بالتأكيد إلى المشروع الوطني وسينعكس على كل مناحي الحياة نحن نعرف طبعا أن ثورة 26 سبتمبر 1962 هي التي مهدت القيام ثورة الرابع عشر من أكتوبر 1963 وبالتالي كان هناك تناغم كبير بين قبل الوحدة بين الجنوب والشمال وكان هناك نخبة سياسية لا ترى فئة الخريطة إلا ذلك اليمن الموحد الذي يتسع بجميع أبنائه هذه الفئة التي تدعي الحق الإلهي ولها تاريخ طويل من الميراث الذي كانت تحاربه اليمنيون ودخلتهم في نفق من الجهل والفقر والظلم والمرض وفوق ذلك تدعي حق السماء في الحكم جاءت هذه الشردمة الحوتية الآن لتعيد هذا الميراث المظلم وبالتالي حينما يحدث هذا الأمر في عاصمة الدولة من الطبيعي أن ينعكس أيضا على كل أطراف اليمن وكل عواصم اليمن وسيؤثر كثيرا جدا على مشروع الوحدة الوطنية ونحن نشهد اليوم حينما نرى طبعا هذه الأصوات التي ترتفع اليوم ضد المشروع الوطني وتدعي حتى أن تنكر ربما وصلت بالبعض الأمر أنه ينكر الهوية اليمنية حتى هذا كله عبارة عن تداعيات وانعكاسات لهذه الحركة الحوثية العنصرية التي تريد أن تستحول على شمال اليمن بالتخادم مع أطراف أخرى تمكن أيضا لانفصال جنوب اليمن وهذا ما تفعله الإمارات اليوم الإمارات اليوم تنسق بين كلها للأطراف طبعا لخدمة مشروعها هي تريد أن تستحول على جزء كبير من الخارطة اليمنية وبالذات المواقع الحيوية والاستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب ويعني في سبيل الحصول على هذه المصلحة هي أيضا تسعى لتمكين الحوثيين أيضا من الاستحواذ على المناطق التي تم الاستحواذ عليها في انقلاب الحادي عشر الواحد والعشرين سبتمبر الفين واربعة عشر وبالتالي نحن نعرف حينما كان الحوثيون لم يستطيعوا وهم في صعدة أن يسيطروا على أربع مديريات في صعدة كانوا سيطروا على أربع مديريات وأربع مديريات لم يسيطروا عليها ولكن فجأة رأينا أنهم قافزوا واحتلوا كل ما حولهم وانطلقوا إلى عمران وكانت هناك مؤامرة على الجيش الوطني ومن قبل كل النخبة السياسية والأحزاب للأسف الشديد كلهم يعني كانت مماحكاتهم السياسية وأحقادهم الصريرة يعني لعبت دورا كبيرا في كل ما حصل وبالتالي كان الكيد السياسي الذي وصلت إليه النخبة السياسية الفاشلة في هذا الوطن هي من تسببات في تمكين الحوثيين من الانقلاب على صنعه وهذه كارثة كبيرة لأن هذه المشاريع السياسية هي مشاريع سلطة وليس مشاريع دولة ونحن اليوم نجني دمار هذه الانتكاسة الكبيرة التي قام بها الحوثيون ففورا حينما وصلوا إلى عمران كانت الطبول تقرأ أنه سيدخلون ويعملون مالية جراحية وما شاف ذلك من هذا الكلام إلى فنعاء وهم ويستطعون فقط حزبا سياسيا بعينه لكن ما حصل أنهم أسقطوا الدولة وانقلبوا على الجميع وشردوا الجميع واليوم هم يعيدون ميراف الإمامة للأسف الشديد وهذا سيتسبب في الكثير من الانقسامات والكثير من التشضي وربما لن تتوقف المسألة على شمال وجنوب لكنها إذا لم تتبلور مشروع سياسي حقيقي ونخب وفوت شعبي قوي قادر على حماية كل مكتسبات الثورة الوطنية فإن الأمور ربما تسوء أكثر في ظل أيضا تواصل إقليمي غير مسبوق على مشروع الدولة اليمنية نعم إذن الحوسي أستاذ أحمد لا يزال يهدد بطريقة أو بأخرى أسوار الجنوب في كرش ومكيراس والضالع هل لا يزال بإمكانه فرض أمر واقع أم أنها مناورات بينه وبين سلطة الأمر الواقع في عدن وغيرها بالطبع هذا يعني جزء من اللعبة التي تم هندستها وتم التوافق عليها في الغرف المغلقة نحن ربما نستبعد كثيرا حاليا أن يكون لأطماع في الجنوب بعد ما رأوا في الفترة السابقة وخرجوا من عدن وكسرين لأنه لا توجد لهم أي حاضنة شعبية كذلك المسألة أيضا حتى في المناطق الوصفة الأجزاء كبيرة جدا من الوطن لكن يعني في الجنوب له خصوصية في هذه المسألة وبالتالي حوثي لم يعد يتصور أنه يستطيع العودة إلى الجنوب ولكنه يريد أن يحافظ على الجغرافية بالكيفية التي كانت قبل عام 1900 قبل 22 مايو 1990 وبالتالي هو يريد أن يتمسك بكل المناطق الحدودية بحسب الاتفاق التي تم في القرن الماضي بين بريطانيا والإمام أحمد وننقبلها أيضا بين بريطانيا والأترك ونحن طبعا نرى من خلال تحركاتهم في الجبهات الحدودية هي نوع من المناورات ونوع من تأكيد الحضور حتى أيضا هم أداة يستخدمها من يريد أيضا تقسيم اليمن في أنهم يقفوا في هذه الأطراف حتى يكونوا عبارة عن فزاعة للأطراف الموجودة في الداخل في حال أنها لم تدعين لمشروعهم ولم تكن الأدوات المطيعات التي يريدون منها تطبيق الشروط والأجندات مقابل الدعم الذي يحصلون عليه منهم وبالتالي نحن اليوم حينما نرى مشروع الإمارات يكشر عن أنيابه ويكشف عن وجهه القبيح في أدن وفي ساحل الغربي من خلال تمكين مثلا ماليشيات ما يسمى بحراس الجمهورية أو من خلال تمكين الماليشيات هنا وهناك ونرى الجمهة الحدودية التي تمتد من باب المندب مرورا بمناطق الضالع والصبيحة والبيضاء وكل المناطق هذه وصولا حتى إلى صروح معرب نرى أنه تم هندسة هذه الحدود وفق كيفية ووفق رؤية تحاول من خلالها الإمارات أن توزع اليمن مناطق نفوذ بحسب الأمر الواقع الشمال يكون مع الحوثيين والجنوب تحت سيطرة من خلال أدواتهم ومن خلال الماليشيات التابعة له وما شابه لك نعم نعم إذن شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد جعفان الصبيحي المحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف من عذن عود إليك أستاذ ياسين ربما تحدث الأستاذ أحمد عن مسألة التخادم بين الحوثي والانقلابي برأيه هل ترك الجنوب للخارج في مساعد الميليشي بسط سيطرتها على الشمال كي تصبح كل منطقة تدار على شكل سلطة أمر واقع ما مدى التخادم بينهما هو طبعا ابتداء المساعد استدعى الحوثيين إلى صنعاء والمؤامرة التي اكتنفت دخول الحوثيين إلى صنعاء وانتهت بالانقلاب والإطاحة بالنظام الانتقادي ومحاصرة منزل الرئيس وهي عملية طبعا الرئيس قد لا يبدو فيها ضحية في نهاية المعطف الرئيس كان جزء من هذه العملية يعني كان يتواطئ وإلى أن اكتشف أنه ضحية مثلما أن الشعب اليمني ضحية الذي لم يستطع أن يستخدم صلاحيته دستورية لحماية حقوق الشعب اليمني وعلى الأقل الإفاء بالقسم الذي تلاه أمام مجلس النواب الحفاظ على اليمن وعلى الدولة وعلى النظام الجمهوري إلى آخره إلى آخره دخول الحوثيين في ظل هذا التواطئ الدولي والتمويل الإقليمي كان ينطوي من حيث المبدأ على تفكيك الدولة إنهاء التغيير القضاء على المشروع الوطني وكلها مسميات تشير إلى مرحلة جديدة من تاريخ الشعب اليمني تحتمل كل التصورات السيئة منها التفكيك التشطير الهيمنة السيطرة على مزايا الموقع الجيوسياسي إضعاف الدولة اليمنية مدى أطول من الزمن وهذه الوصفة نراها اليوم تتجلى بشكل واضح تدور حرب على مدى أكثر من أربع سنوات ونصف لكن لم يضعف الحوثيين بل باسم الحوثي اليوم تتلقى الرياض ضربات مؤثرة في قلب اقتصادها وفي عمودها الفقرية العمود الفقرية الاقتصادها الوطني وأحد الرمزيات المهمة للمملكة العربية السعودية كأكبر منتج للنفط في العالم هذه الضربات بالتحديد يعني هي التي أوضحت إلى أي مدى اليوم السعودية تتحمل تبعات وكلف حربها العبثية في اليمن على مدى أكثر من أربع سنوات ونصف يبقى الحوثيون بامتيازاتهم بمصالحهم السياسية بالمكاسب التي استطاعوا أن يحصلوا عليها بالقوى العسكرية وبهذا التواطع من الجيش الذي صرفنا عليه لأكثر من خمسة عقود من الرئيس الذي انتخبناه من الرئيس السابق الذي احتكر ثلاثة أربع النظام يعني العهد الجمهوري لكي يسلم هذا النظام الجمهوري للأئمة من أطراف في العملية السياسية أحزاب من الإقليم أطراف كثيرة كلها تآمرت على اليمن إذن الصورة تتجلى اليوم في أنه بعد أربع سنوات ونصف الحوثي قوي بعد أربع سنوات ونصف من الحرب ينشأ انقلاب جديد بدعم من أحدى الدول بل من الدولتين يعني الآن لم يعد من الممكن الحديث عن دور إماراتي فقط في دعم هذا الانقلاب لأن الإمارات ضربت تقدم الجيش باستجاه عدن بعد أن شجعت الانقلابين ودعمتهم واشتركت في عمليتهم العسكري التي انتهت بطرد الحكومة من عدن وتثبيت الانقلاب السعودية حاولت أن تثبت الانقلاب هذا بطريقتها الخاصة من خلال إنشاء خط هدنة بين الأطراف المتصارعة ومن خلال سحب الأطراف المتصارعة وفق لما يروج الآن إلى مسار سياسي تماما كمسار الحديدة وبالتالي دخلنا في دوامة لن تنتهي سوى لتثبيت الانفصال هذا إذا أفترضنا أن الشعب اليمني ليس لديه دم وليس لديه القدرة لدفاع خياراته السياسية الشعب اليمني أثبت أنه قوي بما فيه الكفاية أثبت أنه قادر على الحماية مشروعه الوطني تقدم خلال ساعات ووصل إلى مشارف عدن وكاد أن ينهي هذا الانقلاب لو لأن الـ F-16 تدخلت وضربت الجيش الوطني إذن الجيش الشعب اليمني لديه الاستعداد للدفاع عن خياراته الذين تآمروا على الوحدة اليمنية ودعموا انقلابا آخر يواجهون اليوم مأزق حقيقي لم يشهدوه من قبل يعني سلسلة من الضربات في العنق السعودي يعني ما كان لهذه الضربات أن تتم لو كانت المملكة العربية السعودية تصرفت بشكل حقيقي ودعمت الجيش الوطني للقضاء على الحوثيين وقوتهم في اليمن اليوم باسم الحوثيين أنت تتفق مع من يقول بأن الحوثيين ما كانوا سيصلون إلى ما وصلوا إليه سواء بأخذ كل تلك المحافظات واستمرارهم حتى الآن لو لا الدور الإقليمي وما لعبه آنذاك والآن نعم نعم وهناك يعني أدلة كثيرة من الميدان يعني تخيلي أن الجيش الذي يدافع عن الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية يعني يقال له بأن الحوثيين بأن الحوثيين سيئين لكن الإخوان أسوأ وهم يشيرون يعني يقصدون بالإخوان طرف سياسي جزء أصيل من العملية السياسية حليف في العملية العسكرية ضد الحوثيين ومع ذلك يشيطنون هذا الطرف ويعملون ضده أكثر من عملهم ضد الحوثيين هناك من حيث المبدأ يعني تواطئ وهناك مخطط لهزيمة المشروع الوطني اليمني وليس لهزيمة الحوثيين ولهذا الحوثيون كانوا أول طرف أول طرف من الأطراف اليمنية يعني فعلا يقودون البلد إلى هذا المصير السيء لديهم مشروع صغير وهو استعادة الإمامة وهو مشروع تناقض كلية مع خيارات اليمنين مع مبدأهم مع ما ترسخ لديهم من تقاليد في العملية السياسية والتداولية مع رغبتهم في الحياة الكريمة الحرة على قاعدة الشراكة والمساواة هؤلاء يريدون استعادة نظام مقبور النظام يقوم على الاستعلاء والفوقية واحتكار السلطة والسئثار بالمال والثروة يريدون سلطة بلا محاسبة سلطة بلا مسائلة سلطة بلا انتخابات لهذا وضعوا كل إمكانيتهم تحت صرف المملكة العربية السعودية وتحت صرف الإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا فكانوا هم العملاء الحقيقيين الذين أعطوا للتدخل الإقليمي معناه الميداني يعني لو لم يسخروا نفوسهم وسلاحهم وإرادتهم ولولا مساعدة صالح لهم بتسخير سلاح الجيش اليمني وإمكانية الدولة اليمنية في عملية لصالح مشروع إقليمي يهدف إلى إضعاف الدولة اليمنية فكان هذا الطرف أو هذا الحلف الانقلابي لم يقوم بالانقلاب فقط على الدولة اليمنية وعلى العملية السياسية بل قام بدور العمالة أصبح هو الطرف العميل الذي قاد اليمن إلى هذه الحالة البائسة من الحرب والدمار والشقاق والخيارات السيئة ومن ضمنها خيار الانفصال نعم إذن أستاذ ياسين سمح لنا أن ينضم معنا أيضا الأستاذ علي الأحمد يامين عم مساعد حركة النهضة الجنوبية عبر الهاتف من الرياض مساء الخير أستاذ علي مساء النور أهلا وسهلا أستاذ الكريمة ومساء الخير لأستاذ المشاهدين جميعا نعم إذن برأيك بداية أن أستاذ علي لماذا اعتقد البعض أن الانقلاب سيساعد في استعادة الجنوب في الحقيقة والذي أعتقد هذا الاعتقاد هم مجموعة ومكون محدود أو بعض الناشطين الذين انغروا وانخدعوا ببعض الشعارات التي كان يدغض بها أحلامهم قيادات الحوثي وهذه الميليشيا الانقلابية ولكن العقلاء الذين يدركون حقائق الأمور كانوا يدركون جيدا أن مثل هذه المشاريع الوطنية لا يمكن أن تحملها ميليشيا حل القضية الجنوبية أنصاف الجنوبيين إقامة دولة مواطنة وعدالة ومساواة لا يمكن أن تتماشى مع فكر سلالي فكر يدعي الأخضلية لمكون فكر يريد عادة اليمن مراحل إلى الخلف بعد أن تشكلت عدة منجزات في نصف القرن المنصر تمثلت في قيام دولة وطنية جمهورية تمثلت في إقرار نظام سياسي بيمقراطي تمثلت في تحقيق وحدة بين شطري اليمن سعى لها الجنوبيون قبل الشماليين لكن مع الأسف الشديد كل هذه المنجزات تعرضت للهزات ومحاولات الانقلاب عليها سواء من النظام الحاكم الذي كان يحكم اليمن منفردا منذ سبع وكسئين والذي مع الأسف أدخل البلاد في متاهات وكاد يفرط في الكثير من المقتصبات ختمها في النهاية في كسئين البلاد بهذه الميليشيا الانقلابية أيضا هذه الميليشيا التي وجدت ثغرة لتمر من خلالها عبر بعض التناقضات الإقليمية والدولية وإسر سوء 11 وموجة الربيع العربي فاستغل مثل هذا الأمر ليمرر مشروعه الضيق وتلاعب بجميع الأطراف في الحديث عن جماعة الحوثي استطاع أن يمد بعض الحبال مع بعض مكونات الحراك لكي يهمهم بإنصاف القضية الجنوبية وأيضا مع بعض الأحزاب السياسية التي كماهوا معه في الانقلاب وأيضا مع بعض المكونات الخارج البلد التي دعمتها في انقلابه كل حر يمني من الشمال من الجنوب من الشرق من الغرب يجب أن يدرك وما تحقق طوال 50 سنة نعم اليمن تعرضت لحروب لمشاكل لفاقر لتخلف لعدة مصائب سوالت علينا ولكن هناك مكتسبات كبرى هي حصيلة نظالات أباء والمؤسسين للدولة اليمنية الحديثة تمثلت في النظام الجمهوري تمثلت تعددية سياسية تمثلت في تحقيق الوحدة اليمنية التي سعالها كل جنوبيون قبر الشماليون هذه المكتسبات عندما يأتي من يريد أن يتلعب بها أو يزايد بها يجب أن يكون الحراس هذه المنجزات تكون الحراسة من قبل الدولة أولا وإذا ترخت الدولة يكون الشعب وأبناء الشعب كلهم مدركين أن مثل هذه المنجزات لا يمكن أن تعوض لا يمكن أن يأتي بديل بهذا الشكل ميليشيا سولالية أو جماعات جهوية ضيقة التخطير لا تحمل مشاريع وطنية كلا هؤلاء لن يأتوا بخير لن يحققوا شيء من أراد مثلا أن يفرط في الجمهورية سيكون البديل سولالية مقيسة تسيطر على كل المقدرة تستأثر بكل المكتسبات والمناصب من أراد أن يفرط في التعددية سيكون هناك استبداد هناك فساد وظلم من أراد أن يفرط في الوحدة الوطنية بدون مشروع عادل حقيقي منصف لجميع مكونات الشعب سيكون النتيجة شكات وكنتونات أديدة يجب أن نستفيد من كل ما جرى في الفترة الأخيرة وأن تزيدنا بخيرة مثل هذه الأحداث هذا الذي جرى أستاذ علي هذا الذي جرى خاصة في الفترة الأخيرة هل يمكن أن يوضح لنا ما هي الصيغة الأقرب اليوم والمتاحة والمقبولة للشارع الجنوبي فيما يتعلق بالقضية الجنوبية وشكل الدولة ربما كما سوقت يماعة الحوثي في بعض سترتها على العاصمة الصنع وقبل ذلك سوقت ما لديها من أطماع باستغلال حاجة الناس والمظالم التي كانت ارتكبت في فترات مضت في بعض مناطق شمال الشمال والمظالم التي حصلت في عموم الجمهورية استغلوها لتمرير انقلابهم هناك أيضا في الجنوب من رفع شعار المظلة الجنوبية وانطلأ الأمر على كثيرين وظنوا أن بالإمكان أن يكون لدى هذا الذي يتغنى بالقضية الجنوبية إنصاف وتحقيق لما يتطلع إليه الناس بالعدالة والكرامة في الجنوب ولكن أيضا الأحداث كما كشفت الحوثي وكشفت أطماعه ورغبة الحقيقة في السلطة والاستئتار بها أيضا كشفت أمثل هذه المكونات التي بدأت بتفكيت اللحمة الجنوبية قبل اللحمة اليمنية بدأت بالاستئتار بالسلطة بمارسة الاستداد ومارسة الظلم ومارسة رفع السلاح وإراقة الدم النفس أبناء الجنوب قبل غيرهم هنا تضح للكثير أن مثل هذه المشاريع التي لا تحمل مطلب حقيقي لترامة الإنسان لحقوق الإنسان لدفع الظلم ودفع الاستداد عنه هو لن يكون إلا نسخة مكررة من انقلاب صنعاء لن يكون إلا نسخة مكررة من الاستداد الذي مر على الشعب اليمني الشفرين سابقا قبل الثورة وبعدها لن يكون إلا وبال ولن يحقق للناس ما يطبون إليه أو ما تم ترويجه أنه سيكون هناك عدالة وحق للجنوبين سيأتي على يد مثل هذه المكونات التي لا تحمل مشروع حقيقي قدر ما هي مجرد أدوات لتنفيذ مشاريع فوضى وهذا ما تضح حقيقة في أحداث عدن وشبوة الأخيرة أنها لا تحمل مشروع دولة الجنوب ولا عز ولا كرامة للجنوبين قدر ما هي مشروع فوضوي خارجي يريد تسليف اليمن والثروات اليمن والاستعثار بها نعم إذن شكرا جزيلا لك علي الأحمد يمين عام مساعد حركة النهضة الجنوبية كنت معنا عبر الهاتف من الرياض عود إليك أستاذ ياسين أستاذ ياسين لو تحدثنا بداية خاصة منذ الانقلاب يعني لماذا انقلب الحسين على توافقات الشراكة الوطنية في مؤتمر الحوار رافعين شعار أثناء جرعتهم المزعومة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار كان أحد مطالبهم أولا الحوثيون يعني لم يلتزموا بمعايير الاشتراك في مؤتمر يفترض أنهم يفضي إلى السلام لهذا ذهبوا إلى مؤتمر الحوار والوطني بأسلحتهم وهناك أطراف إقليمية ودولية حمد هذا الخيار خيار الحوثيين لأن هذه الأطراف أرادت أن تستخدم الحوثيين في الوقت المناسب وقد كان بمعنى أنه عندما كان الحوار ينعقد في صنعاء وكانت مبشراته جيدة يجتمع السفير السعودي علي بن محمد الحمدان مع ممثلي المجلس السياسي للحوثيين وعقد معهم الصفقة وبدأ منذ تلك اللحظة الحملة السعودية ودى ما تسميهم الأخوان المسلمين والإصلاح بمعنى أن السعودية التي اتمنها الشعب اليمني واعتبرها وسيط يعني وأحد الأعمد الأساسية في العملية السياسية باعتبر أن المبادرة الخليجية هي أتت من السعودية وحمتها السعودية ورعتها السعودية وبريم الاتفاق في الرياض فالذي حدث وأن هذا الطرف الإقليم المهم المملكة العربية السعودية قامت بتوظيف الحوثيين عندما دخلوا إلى المؤتمر الحوار دخلوا بأسلحتهم ولم يكن يريد الوصول بالمؤتمر للنتائج التي تخدم بصالح الشعب اليمني وتحقق الأهدف المشتركة للشعب اليمني كان مجرد تسويق سياسي أعتبر مؤتمر الحوار الوطني مجرد فضاء لتسويق هذا الطرف السياسي وفضاء أيضا للإساءة لبقية الأطراف السياسية وخصوصا تجمع اليمن للإصلاح ولهذا ليس مستغربا في مؤتمر الحوار الوطني أن يتحالف الأعداء وهما المؤتمر الشعبي العام والحوثيين لأن علي عبد الله صالح هو الذي خاض حروبا ستة ضد الحوثيين في صعده ومع ذلك كانوا فريقا واحدا وكان هدفهم ليس إنجاح مؤتمر الحوار الوطني وكان هذا معروف على نطاق واسعة لأن الوصفة السياسية أو الحل المطلوب اليمني لن تمر عبر مؤتمر الحوار الوطني كان يقولها هذا حتى رجل الشارع الذي ينتمي إما المؤتمر الشعبي العام أو الحوثيين ولهذا كانوا جاهزين للانقضاء على العملية السياسية كان لديهم فائض مال ولديهم فائض قوة وكانوا يعتقدون أنهم الطرف الذي يستطيع أن يفضي بالأمور إلى ما يريد من نتائج سياسية بأي وسيلة كانت جرى التقع مصالح بين الأجندة الإقليمية والأجندة الداخلية علي عبد الله صالح يريد سعادة السلطة الحوثيين يريدون سعادة الإمامة السعودية والإمارات يريدون إجهاض ثورة التغيير فائز الأكبر في هذه الصفقة كان الحوثيون لا علي عبد الله صالح ولا الطرف الإقليم ولهذا اليوم اليمن يغرق في الحرب والسعودية أيضا تغرق في الحرب والإقليم يغرق في هذه المشكلة التي لم يستطعوا إلى الآن تجاوزها طبعا بالإمكان تجاوز الحوثيين والتغلب عليهم إذا توفرت النوايا لكن نعود لماذا يعني عبر الحوثيون عن عدم إيمانهم بمخرجات الحوار الوطني لأن مشروعهم ليس سياسي الحوثيون ليس مشروعا سياسيا وطنيا الحوثيون مشروع راديكالي ديني شوفيني استعلائي ليس له علاقة بالسياق السياسي الوطني ليس له علاقة بالمشروع الوطني سياقهم مختلف تماما سياقهم ينبع من الكهف من الكتب القديمة من النظريات الكاذبة التي سوقوها من يعني هناك يعني سياق منفصل بالكامل الحوثيون استطاعوا أن يفرضوا هذا السياق ويصبح سياق بالصوت المرتفع والسياق المهيما والمتحكم في ساحة مهمة من الساحة اليمنية وهي المحاوظة الشمالية والتي تركز فيها معظم سكان اليمن الحوثيون ليس جزءا من العملية السياسية ولم يكنوا جزءا من العملية السياسية خاضوا حروبهم بهدف الوصول إلى نتيجة واحدة وهي هزيمة الجمهورية في المقام الأول هزيمة النظام الجمهوري هزيمة المشروع الوطني الانقفاض على الدولة التي انتجتها ثورة 26 سبتمبر وعززتها وأعطتها بعدها الديمقراطي والأمل الكبير جدا في تغيير ثورة 11 من فبراير جاءوا أصلا على الضد من هذا كله ولهذا ليس مستغربا أن يخرج الحوثيون من مؤتمر الوطني وهم على الضد من أجنداته ومخرجاته ليس مستغربا أن يقوم الحوثيون باختطاف مدير مكتب الرئيس ومعهم مسودة دستور لأن هذه المسودة كانت ستذهب إلى الشعب من أجل الاستفتاء عليها وهم لا يريدون دستورا لا يريدون دستورا من حيث المبدأ لكن أيضا كان هناك التقام صالح مع علي عبدالله صالح علي عبدالله صالح كان لا يريد دستورا ولا يريد عملية سياسية ولا يريد انتخابات كان يريد يعني هذه النقاط التي افتركوا فيها نعم كانوا يريدوا إزاحة ثورة الحادي عشر من فبراير بكل محمولاتها السياسية بكل نتائجها بما فيها عبدالربو منصور هادي والنظام الانتقالي ومع ذلك ظل عبدالربو منصور هادي يوفر التغطية لهذا المخطط التخريبي وكانه لا يعيي إلى أن دخلوا إلى منزله وعملوا فيه ما فعلوه نعم إذن شكرا جزيلا لك ياسين التميم الأمير العامل الهيئة الوطنية لحماية السيادة كنتم معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني أشكلكم أيضا مشاهديناء الكرام لحسن متابعتكم لأن ألتقيكم في مساني منين جديد كونوا برعاية الله وأمنه